ليس هناك أفضل من أن تقف مع الحق ضد الباطل ليس هناك أفضل من أن تقف مع المظلوم ضد الظالم ليس هناك أفضل من أن تقف مع الذين يسعون لبناء وطن عزيز شريف كريم ناهض ضد أولئك الذين جعلوه مهزلة كونية جعلوه رداءة فعلية جعلوه فشل كامل ويريدون أن يستمروا إذن جمعة ولا أرواح طبعاً إخواني اليوم الجمعة مثل هذه الجمعة بالذات قبل 28 سنة في هذه اللحظات قبل 28 سنة كان كبرانات فرنسا وعلى رأسهم خالد نزار يضعون الرتوشات الأخيرة والنقاط الأخيرة على انقلاب غداً على انقلاب سبت 11 يناير 1992 الانقلاب اللي قالونا قالوا الجزائريين من أنه ضد الجبهة الإسلامية ضد الفيس الذي يريد أن يجعل جزائر أفغانستان أخرى الذي يريد أن يفعل كذا أن يفعل كذا أن يفعل كذا والحقيقة أن الذي لا يستطيع أن ينكرها أي شخص أن الجبهة الإسلامية المقاذ انتخبها الشعب وانتخب معها يومها أيضاً جبهة القوى الاشتراكية وإلى حد ما جبهة التحريب لكنهم يريدون أن يظلوا أوصياء على هذا الشعب يريدون أن أرادوا أن يظلوا هم الحكام أرادوا أن لا يعترفوا بإرادة الشعب كان بالإمكان كان بالإمكان أن ينتخب الشعب الجبهة الإسلامية أو غير جبهة الإسلامية تحسن الله يبارك ما تحسنش جيل الانتخابات ويغيرها يعني أنتم أقوى من الشعب أقدر على المواجهة أنا الشعب هذا سيواجه قالونا أنهم سيحافظون على الديمقراطية وسيحافظون على الجمهورية ومضى معهم قوم قوم من الإسلاميين ومن العلمانيين يعجبك يعني الاثنين مضوا معهم شوفوا رأي الجمهورية اليوم الجمهورية وصلت إلى أنهم ذهبوا في 2014 بشخص محنط تماما منتهي تماما عاجز أن يقرأ 90 كلمة هي تالقسم دستوري يومها هذه هي الجمهورية التي أنقذوها الجمهورية التي أنقذوها هي جمهورية عشرات الآلاف من الجزائريين الذين قطعوا البحر في البوطي في الفلايك وبعضهم غرق هناك وبعضهم الآن يقبع في السجون الجمهورية التي أنقذوها هي جمهورية الجنرالات الذين استولوا على البلاد واستولوا معهم مع وجوه حداد وطحكوت ومع زوزي وبحب الحمادي وقائمة طويلة من كبار اللصوص اللي قالوا نرجال أعمال نافخي العجلات المخادعين نهبوا البلاد هدموا الشركات طردوا العمال نهيك عن مجازر عن قتل عن خطف وما زال ما يقارب من عشرين ألف لا يعرف لهم مصير خطفوا وبعضهم كان عمره 15-16 سنة بعضهم كان عمره 15-16 سنة وبعضهم كان عمره تجاوز السبعين الجمهورية التي أنقذوها هي جمهورية البازار هي جمهورية ألف ليلة وليلة اللي دروها في الفلات اللي نهبوها في الأراضي اللي نهبوها واللي من هبش ومرات ينهبوا فيلات ونهبوا نهبوا الأراضي والشركات والأموال ومع ذلك يعيشون في كلوب دي بان وفي الزيرالدا وفي الثرواز سان كارونت وفي مساكن الكبار القوم كانت أنقذوا أنفسهم من حكم الشعب أنقذوا أنفسهم من إرادة الشعب لأن الشعب كان يريد الانتهاء من دولة لحنوشة كان يريد تفكيك دولة لحنوشة لم يتوقف الشعب الجزائري مرة واحدة منذ اثنين وستين منذ أن لاحت في الأفق هذه الدولة منذ أن بدأت واستولت ذات صيف اثنين وستين جيش الحدود استولى على الجزائر المستقلة الجديدة منذ ذلك والرجال والنساء يواجهون لكنهم في الغالب كان يواجهون أفراد جهة هنا حزب هناك حتى جهة ثمانية وثمانين فكانت المواجهة العارمة كان الشعب يخرج كله كانت انتفاضة هائلة بسرعان ما تلاعبوا داروا هنا الهيجة لانتخابات ومن بعد نقلبوا مرة أخرى الجمهورية التي انقذوها في انقلاب قبل 28 سنة مثل غدا مثل السبت 11 يناير 92 هي الجمهورية اللي مكنتهم أنهم يحولوا أموال بلا هدود إلى الخارج شركات شارعينها في الخارج أغراضي فيلات ديزابارتمون شقق محلات نهبوا كل شيء وبعضهم يقضي بعضهم يقضي العطل اللي انتعوا على حساب الشعب الجزائري في في جزر لا يسمع بها الناس جزر مرات الليلة الواحدة في الفلات اللي يكروها تساوي 2000 أورو 40 مليون بدرهم الشعب للليلة الواحدة اليوم بعضهم رأهم في مناصب اللي يخذوا 20 ألف أورو لشهر 20 ألف أورو لشهر لكبار السفراء اللصوص ولكبار العسكريين اللي في السفرات وفي القنصليات تتراوح يتراوح الأجر ما بين 12 ألف و 22 ألف أورو في شهر للبعض منهم هاي الجمهوري التي انقذوها فالحقيقة كان الانقلاب على الجزائر كل الجزائر وعلى الشعب الجزائري كل الشعب الجزائري ودفع الجزائريون ثمنا باهضا وباهضا جدا لذلك شكرا